هذا هو ميدان التدريب لمشروع البيئة الآمنة للألعاب العسكرية الدولية لعام 2020 ويحتوي الميدان على نحو 30 عقبة خاصة تشمل معظم أحوال الساحة الحربية التي قد تواجهها قوات الدفاع الكيميائي أثناء المهام الكتالية الفعلية وبالإضافة إلى ترتيبات المواقع ومشروعات التدريب فإن معايير التقييم لكل مشروع تتوافق بشكل صارم مع القتال الفعلي ومشروع الكشافة هو مسابقة للمهارات المهنية بين قوات الكشافة من مختلف البلدان أما مشروع الرماية بالذخيرة الحية فإنه يمثل اختبارا على دقة مهارة المتدربين ويتم تقييم كل حركاتهم واستجابتهم بشكل صارم وفقا لمتطلبات القتال الفعلية عندما نطلق النار نحتاج إلى الأثور على المخبأ بناء على وضع الساحة لمعاركة ولكن منطقة المخابئة محددة فإذا كان جاسدك يهتجاوز المنطقة فسيتم خصم النقاط بدءا من الثالث والعشرين من أغسطس الحالي بالتوقيت المحلي سيتوجه أعضاء الفرق الصينية المشاركة إلى مسارح السباب لاختبار نتائج المرحلة السابقة من التدريبات وقدراتهم الكتالية الشاملة وقدرات التنسيق والروح الكتالية